اهلا بحضراتكم بعد الفاصل انا بقولوكم والله العظيم من الحلقات اللي انا مستمتع بيها لان الكابتن هزة تبروس رجعني احنا وانا خش قبت اللبس بعمل ايه وانا بطلع من قبت اللبس ايه لما بكون زعلان ملعبتش الماتش دا وانا بشعرفي كانت قصص قصص كبيرة جدا انا توقفت معاك لما سألت حضرتك وبقولك كان فيه نجوم بيدايقه كابتن هزة في مسيرتك الادارية شوفها من ضمن الحاجات اللي انا قلتلك البصلة اللي انا قلتلك عليها ان هو العدل اساس الملك نعم ونعم بالله يعدل وما يهمكش اي حاجة تاني يزعل يزعل بردمه في الحيط المصلحة العامة وانا مش هزلمك عمر ما هزلمك دا كان مبدأ يعني يديني اطمئلانا في التعامل بس انا عايز منك ستين جنيه انت خصمتهم مني شوف انا فاكر ان اللعيب اللي بيعمل حاجة هو عارف ايه اللي هياخده نتيجة اللايحة بالضبط وما كيش بنشتيكي اه 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 يعني اممكن اتأخرت عن تمرين وعارف ان انا متأخر اجي اتكلم مع كابتن عزت والنبي انا اتأخرت عشان كذا 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 فيه لايحة اه اه كان كله بيقفل بقه انا كنت مصر على اللايحة ليه لانعاوز الانضباط والتسيب اللي في المرحلة اللي فاتت دي تعدل لاني داخلين على داولي بقى النادي الاهلي لا واحنا الاول ما كيش فيه انضباط خلاني اتكلم بصراحة انا هاديك مسأل بردك يا مصطفى انتو كنت مجموعة بعتزي بيها لسبب وانا هاقول قصة توريك المدلول اللي انا بقول عليه اولا كنت رجالة بتسمعوا الكلام وها اول مطش كان قناة زينا حنلعب القناة وكان يوم ثلاثة وانا راجع من الشغل كنت دايما نعد على على الفريق الملتاجي وكمانا بيحافظ ففتح الباب اللي ايه التسعة لعيبة من حضراتكم موجودين جوه انا صعقت ام لعيبة في النادي الاهلي تروح مجلس الاسخ انا مكنتش فيه لبقى انا عارف التسعة بس مش هقول برضا كم وتسعة اه فأيها كامل بي كان بقى الفريق الملتاج كان مسافر ايوه فأنا قعد بقى وكيل النادي بقى هو اه فأنا قعد بقى وقتوله ايه كامل بي الحقصة قال لي اللعيبة بتقول ان طاهر الشيخ جيه وجايبين له شقة في الزمالك اه وعقدي مش عارف بكام واقع فأنا وجهت الكلام ليكم للعيبة اللي موجودة اه قلتوله انتو عارفين مفيش حاجة بتتعمل من وراي ولو ده حصل انا هلغيه مفيش فايدة مصممين مصممين فطلع كامل بيه تسمح لي بقى احنا هنلعب بفريق الامل بتاع كابتن جوري ماتش جا نحنت ثلاث وماتش جمعة ايه وطلبت التحويلة يديني الكابتن جوري كابتن جوري من الحسابك يوم الجمعة انت اللي هتلعب بفريقتك تشكرينا كبيرس على طول كبير على طول خرجوا خرجوا ما سبتهمش روحت جايب المدربين الناشئين بتوحهم اللي هما بيرم شرحتهم الموقف وقلتهم مفيش كلام ده غلط مليون المية وروحت عالملعب اللي بقيين اتمرنوا تاني يوم اللي اربع بقى كله موجود في الملعب ما حدش جاب سيرة إيه اللي حصل لنا ولا هما ولا حد فتحوا ولا حد في مصر عرف بل ايه دي حلوة النادي الاهلة كابتن الاهزة ولا حد عرف هادية كده يا مصطفى كابتن الاهزة هو ده النادي الاهلة هادية اللعيبة كمان هادية الله ما انا بقولك احنا وديدتنا اطمأنينة ان احنا ماشيين صحة بإذن الله طبعا ولعبه الناشئين المجمع لا طبعا انت رجاء رجاء كل واحد بقى خلاص الاربع كل الاربع كل الناس محدودة اه انسى بقى خلاص انتبحت القطة اه خلاص انتهت اه طيب لما توليت المسؤولية فترة دي لما بدأت بقى من تلاتة وسبعين وتلعب الدور العام واحنا بدأنا اللعيبة الصغيرة طيب بدأت تستوي وتخش بمع اللعيبة الكبيرة كنا السنة دي المحلة فاز بأول بطولة دور العام خلاص بقى من اربعة والسبعين خمسة والستة والسبعين بدأ بقى فيه تواهج من اللعيبة والمضوج كامل وبدأت المنظومة كلها بمدير الكورة بالمدربين بالكلام ده كله بقى فيه رجعت شكل النادي الاهلي كلام اللي انت بتقوله ده ممكن ساتل فريق في التسجيل بتاعهم بقولك ايه علم اللعيبة الحب هو الحب تحب نديك عشان كده العبارة اللي هي بتبقى موجودة او الجملة الموجودة الاهلي فوق الجميع فيه ناس كتيرا بتزعل من الكلام ده لان احنا احنا تربينا في النادي الاهلي النادي الاهلي فوق الجميع فوق الجميع بالنسبة الناس بتوعه للنادي اه بالنسبة كده طيب بعد ما بدأت بقى كابتن عزة في الفترة الزمنية ديت وبدأ النادي الاهلي هياخد كل سنة الدور العام لاو في حتة مصفل اول بردك عشان فاضل اكام اللي هو بمجرد ما ابتدينا فكانت صالح مشرف ايوه فوجدت نعيبة بتيجت تزوزبطها راحت للصالح من وراك اه فصار طبعا نداهلي قال لي فلان وكانت صالح كمان صريح اه قال لي فلان جيه قلت له ما تكملش قلت له دي بداية مش كويسة بالنسبة لإدارة الكرة انت على طوله طلو طلو مش كويسة انت مش مسيطر اه 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 لا مش حكات مش مسيطر انك بتدي شماعة او حاجة تانية للعيب يقدر يلف حوليها اه فاتكلمت مع الفريق المرتجي وكمال حافظ ومع صالح قلت له من في حالتين لما حضرها تسيب المجلس وترجع مدير كورونا معك او حلغ الاشراف لمصلحة نين مش مش لا انا مصلحة الفريق ومصلحة الفريق قال لي لأ نينغل الاشراف يا سلام ما عرفش بقى شعورك عندكو ايه بقى لما تلغى الاشراف طيب انت كتعلقتك ايه بالكابتن الصالح علاقة مميزة عن اي لاعيب في الجيل بتاعك انا ليه بقولي الكلامنا لان دلوقتي انت قلت كلمة يعني هو كابتن الصالح بالاسم زي كابتن الخطيب كده اسمه يعني هو ايه دي حاجة دي ارزاق بتاعت ربنا نجم صح لما انت قلت له الكلام ده مزعلش ان كابتن الصالح جاي عدل عليا اطلاقا خد كلامك مصلحة النادي هو بصل مصلحة النادي اه وانا بصلها من ناحية الادارية ان ما فيش اتنين يقودوا ماركب مظبوط اتنين ما تديش فرصة اللعيب انه يغلط وقولك هروح لفلاني اسمه ديتو سكة بقى خلاص اه اه ما ينفعش فهو انتو اللعيب حاصت ان ما فيش الا عزة لازم ده ده الوحيد بالضبط طيب انا في عندي اسئلة كثيرة جدا و احنا لسه احنا لسه ده انا عندي ان تلقعد معنا بيت معنا النهاردة كبه انا عندي وقت ربنا يديك الصحة والعافية كانت علاقتك ايه ببعض النجوم حتى بعد ما بطلوا واحد مثلا اه طيب خلينا نشوف انا من بعد ما بطلوا مالكه